نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص الحزن والأسى رجلا من أغلى الرجال وقائدا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات الذي وفته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء وأوضح الرئيس السيسي خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشيخ خليفة بن زايد النهيان قدم الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم وأشر الرئيس السيسي خلال منشور إلى أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر بحق وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال هذا وتقدم الرئيس السيسي باسمه واسم شعب مصر بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعبا في هذا المصاب الجلل داعينا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة رحم الله الفقيد ترجمة نانسي قنقر